دائماً ما يبرهن شعبان السعودي والمصري على ما يجمعهما من علاقات مميزة وأواصر طيبة طوال الوقت فمنذ قديم الأزل والعلاقة بين السعودية ومصر تحمل في طياتها الكثير من المشاعر الأخوية بين البلدين حكومة وشعبان ومع تصاعد أزمة النقد الأجنبي في مصر بدأ الشاب سعودي حملة موسعة لدعم الاقتصاد المصري فما هي القصة؟ بدأت القصة عندما أطلق المصريون بالخارج حملة موسعة لدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي بعد سلسلة من القرارات الاقتصادية الجريئة التي أدت إلى اضطرابات يشهدها الاقتصاد المصري على هامش ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل العملة المصرية المحلية وحققت حملة الدعم الاقتصادي من المصريين الموجودين خارج البلاد صداً واسع حيث تهدف الحملة إلى أن يقوم كل فرد بدعم الاقتصاد المصري بمبلغ 200 دولار أمريكي في الفترة القادمة وهو ما يساهم في تحقيق طفرة اقتصادية هامة بتوفير العملة الصعبة لدى صانع القرار في الداخل المصري وبدأت التجهيزات الفورية لإطلاق حساب بنكي داخل جمهورية مصر العربية يتم التبرع عليه وفقاً للشروط الموضوعة مسبقاً خلال أيام قليلة حتى يمكن إنقاذ الوضع الاقتصادي الذي أضحى أكثر تأزماً في الوقت الحالي وهو ما يؤكد على العلاقة الواسعة بين الشعب وقيادته الحكيمة ومن جانبه قاد الناشط السعودي وليد الشريف حملة دعم داخل المملكة العربية السعودية في مشهد تاريخي يبرهن على مدى قوة العلاقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين حيث ظهر في مقطع فيديو مصور بثه على حسابه الشخصي على فيسبوك يتحدث عن ضرورة دعم تلك الحملة وإكمالها حتى تمثل نقطة فارقة في تاريخ الاقتصاد المصري وأضف الشريف أنه بمجرد أن يتم تجهيز الحساب الخاص بالتبرع للاقتصاد المصري بالعملة الأجنبية سيكون أول شخص يقوم بالتبرع إلى صندوق تحيا مصر وأكداً أنه يقف خلف الدولة المصرية قيادة وشعباً بقلبه وكل ما يملك من أموال وهذا أقل ما يقدمه لأم الدنيا على حد قوله وخلال البث الخاص تحدث الشريف عن حلمه الكبير الذي يرجو تحقيقه والذي يكمن في رؤية أرض الكنانة في أفضل حالتها على مختلف الأصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فمصر بالنسبة له جزء هام من حياته كما أنه لا يشك لحظة في أن ذلك سوف يتحقق ولاقت الحملة التي قادها الشاب السعودي داخل المملكة دعماً كبيراً جداً حيث أظهرت التعليقات على مقطع الفيديو مزيداً من التأكيد على المشاركة التنموية وتقديم يد العون والمساندة للاقتصاد المصرية حتى تنجح الدولة المصرية في الخروج من كبوتها الحالية وما إن تداولت الأخبار نبأ الحملة المصرية حتى بدأ الشباب العربي في إظهار معدنهم الأصيل بضرورة المشاركة المجتمعية في دعم الاقتصاد المصري العربي فمصر تمثل في قلوب الشعوب والبلدان العربية القلب النابض والذي يتمنى له كل الخير فهل تتوقع نجاح تلك الحملة؟